مؤشر حرية الصحافة في بوصلة منظمة مراسلون بلا حدود يهبط إلى أدنى المستويات عندما يكون الحديث عن تركيا وإيران ففي إشارة إلى تدهر أوضاع الصحافة بهذين البلدين وفي تقريرها السنوي لحرية الصحافة في دول العالم وصبت منظمة مراسلون بلا حدود وضع الصحافة في تركيا بالسيء للغاية كما قالت إن إيران باتت تشكل أكبر سجن للصحفيين بالعالم وبحسب مراسلون بلا حدود فإن الوضع قد تغير في ثلاثة بلدان من إشكالين إلى سيء للغاية وتلك البلدان هي تركيا التي جاءت في المرتبة 165 ومعها في هذا التصنيف تاجكستان والهند ويعود تدهر وضع الصحافة في تركيا إلى ملاحقة النظام التركي للصحفيين خلال السنوات الماضية واستمر هذا الوضع في الفترة التي سبقت الانتخابات المقررة في الرابع عشر من أيار مايو الجاري التقرير أشار إلى أن النظام التركي لم يتوانع عن مهاجمة الصحفيين للتعتيم على التراجع الاقتصادي والديمقراطي للبلاد من جهة وتعزيز قاعدته السياسية في المجتمع من جهة ثانية واعتبرت المنظمة أن الممارسات التمييزية أصبحت أمر شائع ضد الصحفيين الناقضين ووسائل الإعلام التي تسائل السلطة على حد تعبيرها وبالنسبة لإيران فقد حصلت وفق التقرير على المرتبة 177 وتم تصنيفها ضمن أكثر الدول استهدافاً لحرية الصحافة وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في منتصف أيلول سبتمبر الماضي اشتركوا في القناة